موسيقى مساء الفل طول الوقت بتحصل في حياتنا صدف صدف غريبة لا على البال ولا على الخاطر بتخلينا أحيانا نقف مستغربين ونقول يا سبحان الله ورق قابلني شاب بشكله محترم جد لابس شيك وقفني في الشارع كده ورح قيل لي أنا والله مش راحات بس ما حفظتي وقت مني ومحتاج فلوس أركب بيها عشان أروح صدقته وبعدها بكم شهر كنت مسافرة بالصدفة سكندرية لقيت نفس الولد ده نفس الشاب بيوقفني بيقولي نفس اللي ستوا أنا عرفت بعدين أن الموضوع ده متكرر وحصل مع ناس كتير ومن الصدف الغريبة اللي حد من زميلنا قبل كده حكيها لي أنه في مرة لقى واحد وقف محتاس بعربيته عطلانة على الدائري والدنيا ليل فوقف ونزل يساعده ما يعرفوش بعدها بكم أسبوع رايح انتروفيو بالصدفة ما أقدم على شغل جديد لأ الراجل اللي ساعده ده هو المدير اللي هيختبره أو هيعمل معا الانتروفيو صدفة حاتم بطل قصة حقيقية النهاردة حصلت معاه هو كمان صدفة بس صدفة بجد وإحنا بنقرأ قصة ما صدقناش ولا كأنها فيلم لما راح يتقدم للبنت اللي بيحبها اكتشف حاجة غريبة جدا إيه اللي اكتشفوه؟ تعالوا نشوف حاتم بعد لنا يقول لنا ايه اسمي حاتم وعندي 34 سنة وحكايتي هي حكاية شاب مراهق بدأ مراقته وهو متصاحب على عيال بايزة كل واحد فيهم قرر إنه يجرب حاجة غلط وعيب وكان المبرر اللي كلنا بنقوله النفسنا وقتها إننا من حقنا نجرب ما هو أكيد أهالينا اللي بيقولونا بلاش تعمله كذا وكذا كانوا بيعمله زينا لما كانوا في سننا وطبعا حب التجربة كان مبرر كان مبرر اللي الشيطان بيحل بيه الغلط والزنب على أساس إنه مرة تفوت ولا حد يموت بس بعد كده اكتشفنا إننا مش عارفين بطل جربت السجير معرفتش أبطله جربت الحشيش وقعدت فترة مش عارف أبطله جربت صاحب بنات وعشمهم بإسم الحب والارتباط وبعدين ضميري مات ما بقاش يأنبني مهما عياته ودعوا علي كنت بقول لنفسي ما فيش حد بيموت عشان قصة حب ما كملتش كلهم بياخدوا فترة وبعدين كل حاجة بترجع زي ما كانت عملت كل ده قبل ما لقي الإنسانة اللي حبتها وغيرت حياتي 180 درج خلتني أندم أندم على كل لحظة غلط عشتها كنت بدخل جروبات كتير على الفيسبوك من نوعية الجروبات اللي ناس بتنزل فيها مشاكل واسئلة تفهى وعبيتها عشان بس يلفتوا الانتباه زي مثلا واحدة بتسأل أعمل إيه عشان إبني تطلع عينه خضر فرد عليها بكومنت وقولها كلي برسيم كتير من باب السخافة أو واحدة بتقول اكتشفت أن جوزي مرتبط بوحدة تانية لما واجهته قالي أنا كنت عايز حنان فقولها بعد إذنك أنا عايز رقم حنان واكتشفت أن كومنتي بتعمل شغل بناك كتير بتدخل تعمل عليها ري أكت دحك طبعا أنا ما توصاش كنت بدخل أعمل آد لكل البنات اللي بتتفعل مع كومنتيتي ونبقى أصحاب وكل واحدة أعيش معها قصة شكل لحد ما في مرة وقعت مع واحدة في نهاية الأربعينات بس كانت جميلة قوي وشكلها أصغر من سنها بكتير كانت دماغها كبيرة وطريقة تفكيرها وكلامها غير كل البنات اللي عرفتوها كانت دايما بتنصحني بشكل مختلف وعجبتني دماغها كانت حنينة قوي وجدعة قوي وأقول لها عندي مشكلة ومخنوق ما تسبنيش غير لما أهدى وأبقى بدحك وفي موت حالو كل شوية تبعتلي نكتة أو أغنية أو بتقولي فيهم كلمتين حلوين أو تتصل بي بتقولي حسيت إنك متضايق ومش هسيبك غير وإنتك كويس لما تعرف إني مفلس أو محتاج فلوس وعمرها ما تأخرت عني كان بتحولي فلوس على مكتب موبايلات جنب البيت وساعات بتحولي رصيد كانت كريمة جدا معايا عرفت منها إنها أرملة من 13 سنة وعندها بنتين وأهل جزها كانوا طمعنين في ورثه عشان هو ما خلفش أولاد كانوا عايزين ياخدوا حاجات مش من حقهم بس هي وقفت لهم وكانت بميت راجل وربت البنتين أحسن تربية بس نسيت نفسها ونستها وما حستش إنها إنسانة من لحم ودم غير لما لقيتني باختصار عشت معا قصة حب وحسيت إن فرق السن بيني وبينها مش أزمة بالنسبالي وهي كانت بتحبني قوي وموافقة تجوزني بس أهلي بهدلوا الدنيا لما حكرت لهم حاولت تقنعهم بكل الطرق إن دي حياتي وأنا المسؤول عنها وإن المعترضين عليها دي عندها إمكانيات مادية كويسة هتخلينا نعيش مرتاحين ومش أكلفني أي مصاريف في الجواز بس أمي وأبويا قالوا لي لو عملت كده لأنت ابننا ولا نعرفك وحاولوا يعرفوا مين الست دي عشان يروحوا لها ويعملوا مشكلة بس أنا خبيت عنهم أي تفاصيل عنها ولي خلاني أرجع عن قراري إن أمي جات لها جلطة بسببي المهمة صرحتها بكل اللي حصل وقلت لها للأسف مش هينفع وهي في البداية ما استسلمتش حاولت تشديني ليها بس صدمتي وخوفي على أمي خلاني أشيل الموضوع من دماغي خالص مش بس كده أنا فعلاً اتغيرت وتوبت لربنا وبقيت أصلي الفرد بفرده في الجامعة لحد ما ربنا أكرمني بحد قريبنا كان طلع معاش وجايب عربية زي عشان يشتغل عليها بس حصله ظرف ظرف صحي وما بقاش قادر على السواء وكان عايز حد يشتغل عليها نظام تلت وتلتين وفعلاً خدت العربية منه واشتغلت عليها والدنيا مشيت معايا وبقيت أكسب كويس وبعد فترة اشتغلت في شركة بقيت أشتغل صبح وليل عشان أكون نفسي وحياتي تغيرت فوق ده كله لقيت أجمل حاجة حصلت في حياتي حبيبتي داليا اتعرفت عليها بعد ما عملت ريكواست ورجبت معايا في مار كلمة من هنا على كلمة من هنا بقينا صحاب وحستني بحلم ما كنتش مسدى إن فيه بنت أصلاً بالمواصفات دي أدب وأخلاق وجمال وزكاء ستايل وطموح كانت بنت ما فيهاش غلطة لدرجة إني حسيت وأنا معاها إني فجان في يوم قالتلي أنا كلمت ماما عنك وعايزة تشوفك برا البيت في خروجة مش رسمية ونروح فيها النادي بتاعنا نتغدى مع بعض نتعرف عليك وهناك قابلت أسوأ صدفة وصدمة منكرة تخيلها في حياتي الست الأرمالة اللي كنت عايزة تجوزها طلعت مامتها الست الأرمالة اللي انت كنت عايزة تجوزها طلعت مامتها أنا عايزة أقف عند الحتة دي وكلمت أهلك عليها طلعت مامت البنت اللي انت حبيتها وعايزة تجوزها المفروض بقى انت دلوقتي هتطلب إيد البنت دي اللي يا داليا اللي عايشتك في الجنة من مامتها حبيبتك اللي فاتت تعالوا نكمل أول ما شفت مامتها اتصمرت في مكاني وحسيت إن الدنيا بتلف بي وهي وشها قلب ميت لون بس حاولت تتملك عصابها وهي بتسلم علي وقعدت معايا وكملت القعدة عادي وهي بتكلني بعنيها وأنا حاسس إني مبلول مش عارف أنطق بكلمة وتاية لغاية ما داليا قامت تجيب حاجة فمامتها قالتلي نجوم السماء أقرب لك من بنتي وزي ما انت سمعت كلام أهلك وعرفت إنك تنسيني اعتبر من دلوقتي إن بنتي نسيتك وموضوعك انتهى مش عارف ليه ساعتها لقيتني بقول لها بنتك عمرها ما تلاقي حد يحبها قدي وبلشت خلي الهبل اللي كان بنا يأثر على حياة بنتك وتكسري قلبها أنا دلوقتي إنسان تاني إنسان تاني خالص غير اللي انت تعرفيه وحتى في نسختي القديمة اللي عرفتيها كنت عاجبك وشايفاني كويس وكنتي موافقة تتجوزيني انسي الصفحة اللي فاتت خلينا نفتح صفحة جديدة أرجوكي بس هي قامت من مكانها وثبتني ومشت خدت بنتها معاها والبنت مش فاهمة فيه إيه حاولت بعدها أكلم داليا معرفتش موبايلات قفل ما بقاش يستقبل أي مكلمات أو رسائل حتى حسابتها على فيسبوك وإنستجرام هما كمان تقفلوا واختفت تماما من حياتي كنت هتجنن كنت هتجنن عشان أفهم مومتها قلت لها إيه وعملت إيه اضطريت أرائب بيتها من بعيد بس فضلت فترة مختفية وما بتنزلش ولما نزلت بعد أيام طويلة كانت مومتها مش بتفارقها وآخر ما يقست قررت أتكلم مع مومتها على انفراد وقبلتها بر وقلت لها إيه اللي انت بتعملي ده اللي بتعملي ده مش صح انت بتعاقبيني ولا بتعاقبي بنتك أنا وداليا بنحب بعض ولو هتمنعين من بعض تبقي كده بتأذيها وبتغذيها بزن بقصة قديمة انتهت خلاص وانت كنت شريكة فيها وبعدين احنا كنا بنتصرف تصرف طيش والحمد للإنه ما حصلش بإنه حاجة تخليني ما يفعش أتجوز بنتك أنا دلوقتي إنسان تاني خالص إنسان تاب من قبل ما يعرف بنتك ولما عرفها اتمسك بتوبتو وأخلص في نيتو وعمرك ما تلاقي حد يحبها قدي بلاش تخليني يا صراحة إنك رفضة جوازي منها عشان تنتقمي تنتقمي مني عشان ما تجوزتكيش لكن مامتها فعلاً دماغة حجر مش فارق معها أي كلام لدرجة إنها قالتلي اعمل اللي انت عايزه بس مستحيل أوافق إن بنتي تتجوزك ويوم ما هتقول لها أي حاجة هيكون آخر يوم في عمرك مش قادر أبعد عن أكتر إنسانة حبيتها في حياتي ومش عارف مامتها قارت لها إيه قارت لها إيه عني خلها تبعد وتختفي من حياتي بالسهولة دي خايف لو صرحت البنت وبعدت لها سكين شوت من المحادثات اللي بيني وبين مامتها زمين والرسائل الصوتية اللي بصوت مامتها هبقى دمرت الدنيا قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة حاتم صدفة ها حتى وانا بقرقصة حتى وابوصلها كده مش مصدقة حسني بجد بشوف فيلم يعني لولا إن الرسائل دي بتيجي على الواتساب وبتيجي على السوشيال ميديا بتاعتنا وفيها أرقام وفي ناس بتقول هويتها وناس لأ يعني ناس بتقول أساميها وناس لأ فاحنا معارفين بردو عشان ينفع نقولها ولا لأ بقى سامي وزي ما هم عايزين ما كنت هقول والله لأ يعني دي مش قصة حقيقة كنت هقول لأ دي بتفابريكا أو حد بيهزر معينا أو البرنامج بيعمل كه عشان يجيب قصص هو بيعنت أكتر ويتمسك بالبنت وبتاعه وإيلي ممكن يحصل لو فضلت الأمة مصممة على موقفها إن هي رفضة حيتم حيتم ممكن فعلا ينفذ تهديده ويعرف حبيبته داليا دي بعلاقته القديمة مامتها يعني واحدة ممكن تسمع voice notes حب بتاعت مامتها لشاب أصغر منها وبابوها متوفي ومامتها أرمالة وكده طب مامتها فعلا جد في تهديدها إن هي تقوله هيبقى آخر ينفع عمرك طب إيه الصح إيه الصح بعد اللي حصل لكله يمسك فيها ويتبت فيها عشان بيحبها ويحاول يقنع مامته مامت حبيبته بكل الطرق أنا ليس أعرف كمام موقف مامته إيه وبابا يعني قعد تفكر كده في كل الأطراف والله خلاص بقى يصرف نظر ويعتبر إن اللي حصل حصل وإن دي كانت علامة إن الموضوع ما ينفعش لأ أسئلة كتير قوي أسئلة كتير قوي وعايز حد متخصص وحد يعرف فيه جاوبنا استنونا بعد الفاصل قصة النهاردة عن الصدفة اللي بتيجي بشكل مفاجئ فتشقل بكل حساباتنا وتهد كل اللي خططنا له حاتم الشاب اللي عايش مراقته بشكل كله وأخطاء وما بيفكرش وطايش خلاه يجرب شرب المخدرات كسر قلوب البنات لحد ما حب أرمالة أكبر منه في السن ما خلفها ببنتين ضيعت عليهم شبابها وفضلت لمدة 13 سنة تاخدش بالها من حياتها ولا أنستها لحد ما قابلت حاتم وحبته بس أهله رفضوا والموضوع ما اكملش الصدفة تيجي تاني والقدر يلعب لعبته زي ما بيقولوا إن حاتم يتعرف بعدها على بنت شاف فيها كل مواصفات فتاة أحلامه عاش معاها قصة حب كبيرة جدا بس لما فكر يتقدم لها اكتشف إن ما ميتها تبقى الست الأرمالة اللي كانت هيتجوزها اللي كان بيكلمها اللي كانوا متوعدين بس أهله موافقوش عشان كده منوارنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هيني استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور زيك يا سيدي عبرك إيه نوارنا في الموسم الجديد معنا على طول نوارني يا دكتور بنورك الجميل هو بجد فيه صدف كده في الحقيقة ولا هو الأفلام بتتعامل وبعد كده نقول إيه ده موجود في الحقيقة ده ولا إيه لا موجود طبعا كل حاجة موجودة في الحقيقة شفت الحاجات دي في الحقيقة ده أه طبعا شفت الحاجات دي كتير موجود يعني واحد يحب أم حبيبته أه وفي الآخر يحب بنته أيوة إزاي بقى الصدفة الدنيا صغيرة على فكرة وقارد إن الحاجات دي دي تحصل كتير في الدنيا والأفلام دي أصلا في الأصلم هو الكاتب ده هو غير إن هو بيستوحي من الخيال بس هو بيكون سامع فبيركب حاجات مع بعض بس القصص موجودة هو دايما المجتمع ساعات الأغلبية يعني مش عايزين نعمم بترفض فكرة إن حد يرتبط إن الست تكون أكبر من الراجل طب ليه بنرفض إنه يبقى فيه فرق السن يعني الست ما تحبش واحد أصغر منها هو فيه ظروف بتجبر الست إن هي ما تكملش في قصة الحب وغير كده كمان على فكرة الست بتتعلق بالراجل هي مثلا بتكون أكبر منه في السن بس الراجل ما بيكونش معها يعني بيكمل معهل النهاية ليه؟ ما هو دلوقتي يجي يقول لك إيه أصلا أهلي ما وفقوش أصلا أظروفي ما تسمعش طب ما بيعمل كده مع الصغيرة برضو مش قصة الصغيرة لأ ما هو بيكون حاطط حاجة كده من البداية هو بيكون بداخل بيتمتع يعني إيه اللي هو إيه؟ قصة حب وقتية بجد؟ ما إحنا عندنا فكرة يعني فيه شوال واحد تتجاوز واحدة أكبر منه؟ فيه ناس تتجاوزت ناس أكبر منها بس ناس كانت دخلة صدقة من الأول لكن هو بيتكلم عندك بيقول إن أنا كنت تشحن لي كروت تشحن لي كروت بتبعت لي فلوس عرفت إن عندها ورث كبير جدا وأنا تعيشنا مرتاحين وأتعيشنا مرتاحين وهذا لي دلال عندك لحاجة؟ أنت بتفكر في حاجة؟ أه طبعا مصلحة كان طمعان أه طمعان طبعا ولا لأ فيها الأم هو ممكن يكون عندها لأ مش كصة الأم بصي أقولك حاجة هي أولا لو ما كانش معها فلوس هو ما كانش يكمل معها أصلا ليه؟ لأنه هو كان داخل عارف إن معها فلوس وهو داخل أصلا من طريقة إنه هو بيقعد على الفيسبوك هو داخل يصطاد ناس معينة يه؟ أه طبعا هو داخل يصطاد ناس معينة وعارف إن لما بتدى اتكلم معاها كلمة في كلمة في كلمة فعارف إن هي معاها فلوس وإن جزء مش موجود وإن جزء متوفي من 15 سنة الفقد اللي عندها والاحتياج اللي عندها خليها تسلم واحدة بقى لها 15 سنة مفيش راجل في حياتي عايزة تسمع كلمة حلو في مشكلة خطيرة بتحصل عند الستات ويا ريت الستات اللي بتسمعني تفوق منها الست بتبقى مثلا حاجة واربعين سنة ومفيش راجل في حياتها سواء كانت أرملة أو سواء كانت مطلقة حاجة واربعين سنة دي صغيرة ده صغيرة ممكن يظهر في حياتها ده أحلى سن ده يظهر في حياتها شاب في العشرينات في أول التلاتينات ده تعمل له بلوك يبدأ يخش ده نعمل له ايه؟ لا يبدأ يدخل تقفل مياه ونور؟ مش تكسل تقفل مياه ونور ما هي هتنخدع في الآخر زي الستة هي ما هو سبع في الآخر؟ لا هو سبع عشان مامته جالها جلد بس في النهاية كان فيه خطأ اختيار خطأ من البداية ليه؟ ان هي أكبر منه هو 34 سنة وهي عندها 49 سنة تمك ممكن فعلا يجوزها ويسحب فلوس ما هو يسحب فلوس من غير جواز هو عجبه الحالة اللي هي عملتها ليه الحالة فيه فلوس أنا معاك في ظهرك وخصوصا أن حد زي دا عانى في حياته كتير جدا عانى من الفقر كتير جدا وما فيش إمكانيات بس لما يجي نتخش الموضوع في النهاية موضوع اختيار غلط من البداية طيب انت شاب عندك 34 سنة آه عجبتك الحالة طيب لما تيجي تجوز ما هو الطبيعي انت ممكن بعد كده تستغنى عنها وتقولها أستنى معلش فقط من الغيبوبة اللي أنا فيها أستنى نفسي يبقى ليه ولد أو نفسي يبقى ليه بنت دا أول حاجة بيحصل في جوازات كتير كتير جدا يقول لها أنا نفسي أنا عايزة عايش حياة مكتملة انت عندك ولاد طيب هي 49 سنة فرص الخلفة بالنسبة لها تكاد تكون معدومة يبقى دا اختيار غلط من البداية هو عجبيت الحالة طيب مامتوا فعلا جالها جلطة ولا وارد يكون جالها جلطة لانها أكيد كأم عايزة تفرح بابنها وعايزة تشوف له ولا هو ألاها كده هو ممكن يكون ألاها كده بس وارد انت خلتني عمال أفكر بطريقة تانية يعني منفتح حاجات كتير جدا لأ انت خلتني خفت تماما يعني كنت الأول ممكن لابقى شبه متعاطفة يعني أنا دايما بتعاطف مع الحالات بس كنت شبه متعاطفة حتى نازعيلت منه والحركات اللي هو كان بيعملها ويكسر قلب البنات وانا إيه لك قسر قلب ايه بنا ايدم مش بنات بس ولا حتى قهر الرجال بس دلوقتي خلتني عمال أفكر طبعا وليه ما يعملش حركة من حركاته حركة ايه انه يقول لها لأ دهنا ماما جالها جلطة ولازم دهنا متقدم ليها بالدخالتي في البلد وارد جدا زي ما بيعملوا وارد وارد ان هو حاب يخلع تتستلي حد أحسميني اه حاب يخلع وخصوصا ايه بقى هو طول حياته كان فيه بنات فالفقد اللي كان عنده هو كان بيعوضه ويعرف يعوضه أكيد هو كان بالكلمة كان بيكلم ناس تنين ده أساسي هي بقى حطت كل الفقد اللي كان عندها في حياتها من مشاعر وأحسيس وإحساس ان هي كونها كامرأة وكونها كأنسة حطيته فيه دي بتحصل لك كتير في العيادة بتشوف جدا والله تحصل طب الستات فعلا بتحب أقولك ليه ليه بقى الست ممكن تحب حد أصغر منها في السن تبقى مثلا سي في سن معين وتبقى أكبر منه مثلا ب 15-20 سنة ليه بقى الستات بتخاف من السن يعني يقولك ايه ما تسألميش عن سني ليه بقى صحيح الست بتحس ان هي بتكبر بتحس ان هي البصات انسحب من تحت رجلها وبتحس ان هي فرصة في الحياة بتارية تقل ليه معين دلوقتي ما جانيفر لوبوز هي حاجة وخمسين اه هو بقى انت عرف فرص ايه اللي ده احنا الان 36 سنة مش قادرين نقوم من عالكورسي ودايما ما بتعترفش بالسن فديه تقولك يعني انت ممكن تسأل ست عن اي حاجة بس ما تسألش عن سنها ليه بقى ولا وزنها ولا وزنها ستوب ويا سلام لو قلت لها اني دول مش عيالك يا قمة الاحساس يعني اكيد دول مش هاكيدو لخوت حضرتك يا مدام فتحس اجمل كمتل من دحف الظناه بقى يعني اغيرو بقى وحش او اه اكتر حاجات ممكن تفرح الشاب من دول بيبقى مثلا في اخر العشنات في اول التلاتينات لسه بقى الشاب فبيخطفها من السن اللي هي رفضاه وبيبدأ يعيشها اه حاجات المترقعة بقى يلا بقى نروح يلا نيجي يلا نسافر يلا نخرج مشاعر واهتمام واحسيس بعد ما كانت هي افتقدت قالت انا خلاص انا ما يقيتش اسمع الكلام ده بتبقى طالعة من قصة انفصال من قاية خرجات سينمات متبهدلة بتبقى مثلا ارمالا اه بقى لها فترة طويلة فبقى لها فترة محدش عبر عن اهتمام وحبه بيها فبتنزل من السن اللي هي رفضة تعترف بيه لسن الشاب اللي هو لسه عنده طاقة وبور للحياة طيب انا سمعت معلومة كده لعصافير قالتلي يعني واحنا في الكواليس ان في واحدة ستة تسعب منها مئة الف جنيه اه في حيال زي دي بتحصل ايه بقى بكلملي عن القصة دي والله معرف عنا حاجة بس انا سمعت يعني كورا داخل احنا النهاردة عندنا قصة زي دي كمثال من القصص اللي بتيجي اني صرفت عليه فلوس صرفت عليه في ايه صرفت مش كاب بتبعتلكم بتأكلوا يعني بتأكلوا امكانياتك خد فلوس اعمل لك ايه ما هي معاها ما هي معاها وهي ان ايه بتشتري راجل هي بتشتري راجل بس بالمعنى الوحش بتشتري راجل بس هي بتبقى اختارة اختيار غلط لاني مجرد ما ان هو بيسحب منها فلوس او ان هو واخدها في حياته كمصلحة و هو ببقى مقتنع ان هو مش هيجوز عشان فارق السن الكبير جدا وان هو عايز يبدأ حياته فبيقول لك حاتم كان كده ما هو حاتم كده بس هو ملحقش يسحب منها رقم ليه ليه على فكرة انت ممكن حاتم ما يكونش حكي تفاصيل ما هو مش هيحكي بقى يمكن يكون ايه كوين نفسه منها يعني يعني يقول لك ما هو النقلة اللي حصلت دي في ان هو وقف على رجله وان انا بقى وفتغل على عربي ماشي ما هو ممكن يكون هو بيقول كده في الرسالة بس ممكن يكون لا 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 في حاجات تاني ليه على فكرة هو ذكر حتة كده لو تختبالك منها قالك ايه ليه 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 هي ارمالة بقالها 15 سنة وحفظت على ورثها من جوزها وكانت 600 راجل وهي جابت الورث هو كان عارف ان فيه ورث كبير كلمة ان هو يقول حفظت على ورثها دي اعرف ان كان فيه عارف الرقم يعني فيه لأ فيه ورث بس لو مبالك تفها مش هنقول ورث لا فيه عقارات وفيش اصدق على الكلمة نفسها جديرا ان اقول دي معهم ورث يعني وبالقصة ان هي كانت بتحبوا الحب ده فهي اديته اديته فلوس وقفيته على رجله وعملت له حاجات كتير جدا وهو لما اكتفى ما بقاش موجود ما باينة باينة من القصة يعني قالك ان انا كان فيه ورث كبير وحفظت على ورثها اعرف ان ده مبالغ طائل اعرف ان فيه حاجات كتير جدا فطبعا كان بالنسبة لها ان هي تديله فلوس او تقول له انت محتاج ايه بتاع فديته فلوس كتير جدا فالتاني اكتفى وممكن يكون لما ابتدى يقف على رجله قال لها خلاص بقا اصوى كده كده هو شايف ان العلاقة من القول مش هيبقى فيها جواز شايف ان العلاقة من القول مش هيبقى فيها جواز طب وهي ما كانتش عاملها سابقى لكل ده ان بنت بناتها هيكبروا هيحبوا هيتجوزوا هي كانت بتفكر في نفسها ما هي كانت عايزة تتجوزوا وعايزة تبقى موجودة معاه فهي لغة المشاعر كانت يعني حالة من الغيبوبة تسميها ايه لحظة انانية طيش عدم تفكير؟ لا انا اقولك حاجة هو الحب لما بيزيد عن حده بيبقى ضعف وهي من حقها ان هي تعيش ومن حقها ان هي تحس بنفسها وتحس بقونسيتها وتحس ان هي امرأة في الحياة وتحس الحب بس اخترت غلط اخترت حاجة من الاول فيها اختيار غلط فرق السن لما بين الاثنين المبالغ فيه وان هي ظروفها ان ده شاب لم يسبق له الزواج فاكيد عايز لما يجي تجوز يكون أسرة ده شيء طبيعي هي عندها بالفعل أسرة وهي عندها بالفعل حياة فاختيار من الاول غلط فمهما عملنا في حاجات في الاختيارات مابتصل وحش فهي دلوقتي بقى بتعند ليه بقى؟ يعني هي عايزة ايه؟ إيه لي في دماغ هي بتعند اصلا الاول بعد ما انا بكون حكرة عليها هي دلوقتي بتعند ليه بقى؟ ولا بتنتقم مش قصة انتقام هي اكيد حبت الشخص ده يا سالي واكيد اهتمت بي واكيد اديته مشاعر ما تتمنوش لبنتها لو هو كويس؟ ما هو انت مش اخدى بالك من حاجة هي ازاي ان هي تتقبل ان الشخص ده يبقى موجود قدامها في الحياة وما بقاش بتاعها لا اه موضوع صعب اه هو حاتم اتعود في حياته ان كل حاجة يطلبها يلاقيها اتعود ان انا اي حاجة اسخرها لأومري انا بس ما افكرش في مشاعرها ايه وعلى فكرة حاتم مش بيحبها عارفة لو كان بيحبها اللي بيحبها بايزيش وجودك ان انت تاخد بنتها وتبقى جوز بنتها وقدامها بعد مدتك الحب والاهتمام وهي حبتك وهي برضو انسانة لها مشاعر وليها احاسيس فوجودك انت مصدر ايه اه اه انا ازاي اتقبل ان انت تبقى موجود جوز بنتي قدامي وانا كنت في يوم من الايام كنت بحبك طيب هو بقى بيحب داليا ولا هو متمسك كل ما امها تاند؟ هو بيحب داليا بشخصية حاتم الجديدة يعني ايه؟ بعد ما نضجت بعد ما عائل بعد ما مست فروس ايه ده حب حقيقي حب حقيقي بعد ما مست فلوس فلقى داليا دى بقى واحدة خام والمؤدبة والمحترمة اللي ملهاش تجارب اللي ملفتش اللي مرحيتش هو هل تمسك بيها أنا tossى؟ هو متمسك بيها كرامة او متمسكه ايه؟ هو متمسكه ومتمسكه علشان يحبها عشان ترفض؟ مش عشان يترفض لا مش عشان ترفضه هو تمسك به عشان يحبها بس هو مش شايف غير نفسه مش شايف غير حبه لها هو مش شايف أمها اللي كان فيهم بيقام على الشمة وحبها لا 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 أنا مش شايف ده كله هو ممكن فعلا يسمع البنت الفويس نوتو تعدموتها لا هو مش هيوصل ان هو يعمل كده وفي حاجة كمان عايزة أقولها الأم قالت لبنتها لا لا هقولك ليه لا قصة ان هم يتقابلوا في القصة هو الولد حاكي ان هم تقابلوا وبعد ما حصلت المقابلة الأم خدت بنتها ومشت الداليا عملت بلوكات من كل حاجة لمين؟ لحاتم إيه السبب؟ لا أبويل قفلت الأكاون قفلت وعملت بلوكات وقطعت الاتصالات قفلت لأنا زعلانا منك وما كلميهوش تاني اللي ورد ده مش كويس أنا عارفاها مثلا ماشي بس على فكر الأم في اللحظة دي من خفها على بنتها هتقعد كده تقول لها تعالي كده أنا أحكي لك لا ده اللي حصل قلبة داليا دي بعد ما كانت بتحب حاتم وبينهم قصة حب وكانت متعشمة أن هم يحصل مقابلة قلبة مرعبة القلبة دي الأم قعدت مع بنتها كده قالت لها تعالي أنا لازم أحكي لك موضوع مهم جدا ولازم تعرف الحقيقة أس الأم هترفض إزاي أس مش مقنع أن هي تقول لبنتها مش تكلمي تاني من أول مقابلة يبقى في حاجة فالأم خدت دور الجراءة شوي تعالي بقى كده عادي معايا يعني قلت لها أنا كنت بحبه وكلمته قالت لها كنت بحبه وكملنا كذا وكنت بحبه وكان فيه فرصة أن إحنا كنا ممكن نتجوز وبتاع ده لما توقعتش لا توقع في دي لي بقى القلبة بتاعة الداليا دي ضد حاتم لازم تيجي من المخرج ده طب هي لما هددته أن هي هيبقى آخر يوم في عمره ما قلت له ياك تقول له ليه بقى قلت له هيبقى آخر يوم في عمرك لما هي قلت له ما هي بقى هو دخل عند أنا أخدها أنت وقفة قدامي ليه طب وهي تقول له كده ليه طالما هي قلت له يعني طالما هي وصلت له المعلومة ليه بقى آخر يوم في عمرك لو أنت اللي هو يعني نظام تهديد يعني مبلغ فيه اللي هو لا مش أكتر من كده تهديد مبلغ فيه بس الأم قالت لبنتها لأن البنت قفلت الباب في وش حاتم بطريقة مرعبة بطريقة كبيرة فالبنت قاعدت الأم قاعدت لمت الموضوع كده بهدوء تعالي يا بنتي ماس الأم برضو مش صغيرة كبيرة وصاحبة قرارها أننا تعرفت على الشخص ده عن طريق الفيسبوك مثلا وأن الشخص ده تكلمنا وكان فيه بيننا قصة حب باحترام وكان ممكن توصل لجواز ولو كان الموضوع كان ذاتك تحكي لكم فمن هنا داليا خدت القرار مؤيدة لأمها أن ما ينفعش أنها تكون في علاقة مع مين مع حاتم فقطعت مية ونور على حاتم ما فيش كلام ما فيش اتصال وده السؤال اللي بيسأله حاتم جوا الرسالة هو ليه داليا اختفت من الطبيعي أنت لازم تبقى فاهم أن أمها قاعدت معاها لأن داليا من صغيرة أصلا أنا لما أجا أقول لك ما تكلميش الشخص ده هتقوليه ليه عايزة أعرف طبعا فيه ليه وليه لا وده عريس والأم مش قابلته للمرة واحدة والمرة دي كانت تكادلة تكون مثلا نص ساعة ولا ساعة الله رب الوقت كان صغير جدا فأنتي تاخد القرار ليه فلازم حاتم كان يفهم أن أمها حكت ليها على كل التفاصيل وقالت لها كذا كذا الأم دلوقت بتعمل ايه بقى هو مش انتقام بقى من حياة ملقصة دي الأم بتدافع عن بنتها الأم بتدافع عن بنتها يعني البنت الأم ممكن تتحمل الأزة والوجع بس ما تتحملش الوجع والأزة على بنتها والله طبعا فحكت لها كده بهدوء عشان نفكر في الموضوع بهدوء عشان ما تتواصليش معها تاني أو ترد علي تاني بدليل أني من تاني يوم روح من هنا لأ كل وسائل التواصل الاجتماعي مقفولة في وشه حتى التليفون مش موجود الخط تشال البلوكات اتعملت الفيسبوك تقفل لابا زيب بنت معنا ديتش مثلا وهي محبتوش قوي كده دليل هي البنت تعند على ايه أنا عايزها لا بس يعني عايزت بس اسألك سؤال مع الأم لما حكت أني احنا كنا في علاقة مع بعض بعني وسبني هيعمل فيك كده اه وفي نفس الوقت حاتم كان حكي للأم أنه هو كان ليه تجارب أني أنا كنت بكلم أني أنا معرفش ايه ففي سيفي كامل الأم حطيته صادمين بيعشم ويرمي وعمره ما هيجي يتجوز ومش هيكمل اه ومش بتاع جواز وقالت لها طبعا أكيد بقى طبعا كان فيه بيشرب مخدرات كان لفة على بنات كتير ممكن تكوني الأم كمان قالت لها أنه هو ضحك عليها واخد مني فلوس ينهر أبيض ما هي عايزة تستخدم كل الأسلحة ضد أن الموضوع ده يكمل فممكن تكوني قالت لها كمان أنا يا بنتي انضحك علي لأنه كنت مفتقدة حاجات كتير وكنت مفتقدة إحساس وهو دخل إداني حاجات أنا كنت محتاجاها وكان غصب عني واللي حصل فيه أنا مش عايزة يحصل فيك يعمل إيه بقى حاتم بس خلاص أنا بقى حاتم بقى يعني أنت جبتلي كل قصة كل أقول لي بقى حاتم بقى عمل إيه حاتم لازم يعالج نفسه حاتم لازم يتقمص شخصية الأم اللي هو حبها ولازم يحط نفسه موضع الأم دي ما تفكرش في نفسك بس وتكون شخصة آلاني وتقول أنا عايز داليا هتجوزها غصبا عين أمها أنت كنت في يوم من الأيام حبيب أمها تمام أنت حط نفسك بقى مكان الشخصية بلاز إنت تعيش إيه بلاز إنت تعيش دور الضحية دلوقتي وتتقمى شخصية الضحية وتقول إن أنا ضحية القصة كانت في يوم من الأيام وإن أنا عايز دالي لأ يبقى أنت كده تتحول إلى شخصية انتقامية ممكن تنتقن يعني ما يقولش البنتها أي حاجة لأ ينسحب يعني بهدو لازم ينسحب ليه بقى؟ لجد؟ لأن الموضوع ده أصلك الرأي كده وصعبش أنت الرأيك هيبقى زي لو ما نسحبش الموضوع ده ممكن يتحول إلى جريمة هيقيت له بعد؟ ممكن لو ما نسحبش تاني زي الحاجات اللي احنا بنشوفها ساعد لو هيوصل لكده ليه بقى؟ لأن حاتم دلوقتي هيبقى شايفة أن الأم الحاجة اللي وقفة قدام الدنيا ما دقتش عليهم فيها ضد الوصول لمين لدالي فممكن تتحول أفكاره السلبية إلى ميول انتقامية فعايز يخلص من الست دي عشان يتجوز مين دالي أفكار بقى وسواس بقى الشيطان أو يخلص من دالي عشان ما تروحش لحدة تاني لا مش هيوصل لكده فالقصة كلها أنه لازم يعالج نفسه من القصة دي ولازم يبص للست برضا أنا عايز يبص بالحتة دي أن الأم دي هي حبتك في يوم من الأيام وليها مشاعر وليها أحاسيس ومجرد وجودك مع دالية هو هيئذيها نفسها نفس الجينات ونفس الصفات بتاعتموتها بس السن هو المناسب شوفت صدفة عبلا ازاي صدفة كبيرة بس مموتها مش شريرة صح لا خالص مش شريرة مش هتنتقم ولا اتموتها لا لا ده هو مجرد تهديد بس عشان يعني ينسح لازم ينسحب ولازم يعالج نفسه بنفسه ويوصل رسائل عقله الباطن واللواعي عنده ويمش معزورة في اللي هي بتعمله بشكرك يا دكتور ونورتين بنورك الجميل بسي يا دكتور محمد وديك سمعت يا حاتم بسم ما ترأى يا دكتور محمد آني استنونا بعض الفاصل مفيش حاجة في حياتنا سماعة صدفة ومفكرين كتير قوي وفلسفة اتكلموا عن المسألة دي ان الصدفة دي كلمة احنا اخترعناها عشان نوصف بيها المواقف اللي فاكرينها حصلت بالحظ مش لقين لها تفسير بس قدام شوية بنكتشف اننا كنا نستحقها ونستهلها سواء بقى صدفة حلوة او صدفة وحشة وعلى نياتكم ترزقون حسب بقى افعالك اللي انت بتعملها وجيه وقت تشديد الحساب اللي ربنا بيحدده بحكمته كل حاجة بتحصل في حياتنا مكتوبة بحكمه ليه حكمة وبتدابير ربنا تدابير الهية عجيبة محنش عارف يفسرها كاتب مين هيعمل ايه نتيجة اللي انت عملته ده هيحصل فيك ايه وزي ما بنزرع بنحصد يعني مثلا مش صدفة ده بجد لما تكون متضايق وبتشتكي من حاجة الواحد صاحبك ماشي معاك في الشارع فجأة تلاقي محلم اللي انتو ماشيين جنباهم مشاغل القرآن تلاقي آية معينة تحس ان هي بترد عليك بتكلمك مخصوص فيها رد ليك رد الهي على انت بتتكلم فيه مش صدفة لما تكون بتتكلم في حاجة معينة فعلا وبتدعي دعوة نفسك فيها وقاعد ومأهور ومحمو قوي انه نفسك ان هي تتحقق يعني فجأة تلاقي الادام بيقدم فجأة وكأن ربنا بيطمنك بيقولك اني مجيب يعني خلاص هعملها لك بإذنك يا رب علامات بتحصل مش صدفة لما تكون جواك نية انك تعمل خير وفجأة تقابل حد عنده مشكلة حلاها عندك انت بالذات وكأن ربنا بعتك لي والحاجات اللي انت بتفتكر ان هي صدفة في حياتنا لا هي الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا طول الوقت كسواب او عقاب او كتحذير وده اللي حصل في حكايتك يا حاتم غلطت كتير زمان ظلمت بنات ملهاش زمد وانت مستهتر بكسرة قلوبهم عادي فاكر ان الموضوع عادي ها هيخدله يومين ويخلص بس ما جربتش انك تجرب وتشوف هل فحلا الموضوع ده عادي وبيعدي ولا لا وربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل انا مش عايزة دايقك مش قصدي دايقك مش متحملة عليك ولا بقى اخد صف البنات زم بيقوله بدافع عن المرأة وبدفع عن البنات لا انا هدافع عن اي مظلوم بس بما انك كنت صريح مع نفسك في الرسالة وقلت على كل عيوبك اللي فاتت يبقى لازم تشوف الموضوع كله بحقيقة وتفاصيله من وجهة نظري المتواضع الصغيرة اللي قد كده بما انك بعتنا في البرنامج ومستاني رأينا شايفة ان اللي حصل ده درس لكل الاطراف درس ليك بعد اللي عملته زمين ودرس الام حبيبتك عشان تفوق شوية لنفسها وتعرف ان افعالها اللي ممكن تكون فاكريها في السر ومش حاسبها كويس ممكن تلف لفتها وترجع لقرب الناس ليها مش عشان السن ولا عشان الكلام ده لا هترجع لبنتها زي ممامتك ما كانتش موافقة ونصحتي ليها والكل أم زيها الحب مش عيب ولا حرام بس لما نحب نفكر صح وانا لا بقول مش مهم سن مش بقول مستوى اجتماعي يبقى مهم بس يبقى صح ممكن نرتبط بعد سنين يعني ضيعناهم على تربية ولادنا وتحارمنا فيهم وانحنا يبقى معانا زوج كويس ومشوفناش حب وأمان بس نفكر اللي يناسبنا ويلق لنا صح؟ واللي أهله موافقين علينا ودرس كمان لحبيبتك يا حاتم داليا اللي صعبانا عليها في القصة أو يا أكتر واحدة اللي جايز يكون ربنا شايف إن هي كان دخلة علاقة ما فيهاش سعادة وهي تستاهل حاجة أحسن من كده خد الدرس وتوجع وتعلم منه في صمت يا حاتم تعلم بالدرس وقعد فكر في الانتقام من أم حبيبتك يا أهيب خي يعني ليه؟ إياك تبعت لها رسايل قديمة كانت بينك وبماميتها ليه كده؟ إيه؟ والدمر صورة ماميتها قدامها تخلي قلبها يتكسر وثقتها تروح في ماميتها ليه؟ لأنك لعملت كده برضو مش هترتبط بيها مش هينوبك غير إنك كمان هتخسر احترامك لنفسك هتخسر رجولتك إذا أنت قلت خلاص أنا كنت زمان شاب طايش وواحش لأ أنت لسه كده ولا إيه؟ مالوش لزوم بقى تكابر وتخش في صراعات مالاش لازمة على معركة بين كويس قوي إن أنت هتخسرها طب هنعمل إيه؟ مش بطلب منك غير إنك تحمد ربنا اطلب منه يسامحك ويوفقك في اللي جاي انسيها انسيها يا حاتم واتمنالها الخير من كل قلبك اقفل الصفحة وركز في اللي جاي بإيدك إنك تختار زي ما هتزرع هتحصد زي ما قل سمعت معانا كمان كلام دكتور محمد هيني في الفقرة اللي فاتت سمعت الكلامي دلوقتي بلاش مشاكل كفاية يا حاتم أنت بتتعبش خد بريك قعد في سكينة كفاية سرعات مالاش لازمة مش الحب اللي بنعمل فيه كده الحب بقى وسرعات وهحاول وهعمل وهنتقم ومش ده الحب اللي ما يعملش منك نسخة أحلى من اللي انت فيها يبقى بلاء هاستنى منك رسالة جديدة تطميني فيها عملت ايه واستنى من كل تفرجوا علينا صدقتوا الصدفة ولا لأ سمعتوا قصة حاتم وده ممكن يحصل بجد يعني ده بيحصل لكو حصل لكو قبل كده أنتوا تتلقوا صدفة زي دي يبعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستاجرام وكمان الواتساب قولوا لنا يكمل في حبه ولا ما يكملش شايفين رؤيكو ايه الصح ايه ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانين فقصة حي باي باي